اشتركوا في القناة مملكة البحرين في تقديم الاستعراض الوطني الطوعي بداية حبيت اشكر لكم هاي الاستضافة واكد ان تقديم مملكة البحرين استعراضها الوطني الطوعي الثاني اليوم هو تأكيد الالتزام المملكة بتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية كذلك بما يتوافق مع نهج ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومنتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومثل ما ذكرت هاي الاستعراض الوطني هو الثاني لمملكة البحرين ويأتي ايضا عشان يرسق مدى الاستفادة التي جنتها المملكة من عملية الاعداد للاستعراض خلال الاشهر اللي مضت واللي شكلت اداء اساسية لاثراء عملية المراجعة الشاملة واللي نعكف في حكومة مملكة البحرين على ادادها خصوصا مع استحداث وزارة التنمية المستدامة ليتم تقييم مدى موائمة الخطط الحكومية الحالية والمستجدة كذلك مع اهداف التنمية المستدامة وانه يتم تقييم التقدم المحرز نحو تعقيق هذه الاهداف وطبعا نسعى ان تكون المراجعة عملية مستمرة نثريها خلال المرحلة القادمة والسنوات القادمة مع الشركاء عبر تحسين جودة ودقة البيانات المتعلقة بمؤشرات التنمية المستدامة والسبل من مثلال التعامل معها سعادة الوزيرة سيتم خلال المنتدى تسليط الضوء على خمسة من الاهداف الرئيسية السبع عشر لأهداف التنمية المستدامة فما هو المشهد العام لما انجزته البحرين في هذا الصدد الاستعراض الوطني الطوعي الثاني يعكس التقدم مملكة البحرين المحرز في تنفيذ هذه الاهداف واجندة 2030 من فترة اعداد التقرير الوطني الطوعي الأول في عام 2018 حتى الآن ويشمل الاستعراض أبرز النجاحات والتحديات والفرص والدروس المستفادة ويغطي ما تم تحقيقه من برنامج الحكومة السابق للفترة 2019-2022 وطريقة إدارة ملف التحديات والتعامل مع جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 بالإضافة إلى مؤشرات التنمية المستدامة المحدثة لجميع الأهداف السبع تعاش للتنمية المستدامة وأيضا يغطي الاستعراض موائمة أهداف التنمية المستدامة مع برنامج الحكومة الحالي للأعوام 2023-2026 وليظهر نهج البحرين الشامل لأجندة 2030 بالإضافة طبعا إلى إبراز نتائج العملية التشاورية اللي تمت مع أصحاب المصلحة فيما يخص تقدم المحرز من مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخمسة اللي يركز عليها المنتدى هذا العام فلغة الأرقام والحقائق كانت سيدة الموقف بالنسبة حق مملكة البحرين وهي خير دليل لما تم إنجازه من مكتسبات للوطن والمواطن ليومنا هذا وحرصنا طبعا في البيان إبراز الجهود الحثيثة القائمة مع مختلف الجهات الحكومية والشركاء في داخل البحرين وخارجها في التخطيط المستقبلي ووضع الاستراتيجيات والمبادرات لتحديد معالم المرحلة المقبلة اللي إن شاء الله راح تساهم في تحقيق المزيد من المنجزات والطموحات المدعومة بالتزام مملكة البحرين بتسريع وطيرة التبني ودمج الأهداف الدولية في جميع مشاريعها وسياساتها التنموية المختلفة والتي تمت عبر إطلاق خطة التعافي الاقتصادي والإتزام كذلك بتحقيق الحياد الصفري موائمة برنامج الحكومة الحالي مثل ما ذكرنا 2021-2026 بشكل كبير مع أهداف التنمية المستدامة نعم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني يأتي خلال المنتدى السياسي والمقام بعنوان تسريع التعافي من مرض بيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات فما هي أبرز المحاور التي يتم التركيز عليها في الاستعراض في هذا الجانب تحديدا فيما يخص الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام وهو تسريع التعافي من مرض بيروس كورونا في الاستعراض يبين أن نهج مملكة البحرين القائمة على مبدأ عدم ترك أي حد يتخلف عن الركب رسم المسار التي تبعتها المملكة في التعامل مع الجائحة والتي رسخ كفاءة البحرين بقيادتها ومؤسساتها في التعامل مع التحديات ويوضح الاستعراض أيضا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص وتكاتف الجهود الأهلية والمجتمعية التي برزت من خلال تطوع أكثر من 50 ألف مواطن ضمن فريق البحرين وعملنا على إبراز روح التعاون والمشاركة التي كان لها دور كبير في الإسهام في تحقيق جملة من الفوائد والمكتسبات للجميع الاستعراض أيضا يظهر نجاح المملكة في تحويل تحديات الجائحة العالمية إلى فرص وقصص نجاح مستدامة ولتميز المملكة كنموذج متحضر ورائد في تجاوز تداعيات الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا بدون الإخلال بتسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر تفعيل حزمة من المبادرات التي كان لها دور محوري في ريادة مملكة البحرين عالميا خلال فترة الجائحة والذي نذكر أمثلة منها وهي أطلاق خطة التعافي الاقتصادي التزام المملكة بتحقيق الحياد الصفري وإعلانها بذلك والالتزام إن شاء الله سيكون بحلول عام 2060 كيف قامت المملكة بإدماج أهداف التنمية المستدامة في برنامج الحكومة الحالي 2023 واللي جاء عنوانه من التعافي إلى نمو المستدام وكذلك من أبرز الأمور اللي قامت فيها المملكة هو تعزيز التحول الرقمي بالإضافة إلى إنشاء وزارة التنمية المستدامة في عام 2022 طبعا هاي النهج التكاملي والتعاون المثمر بين جميع الجهات كان له أبلغ الأثر في ترسيخ الخطط المستدامة للتعافي الاقتصادي سعدت سيدة نور بن تعلي الخليف وزيرة التنمية المستدامة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك